اشتركوا في القناة الله أن كل واحد فينا ينتصر في كل الجولات عشان نوصل في طريقنا الرب الأرض والسماوة نوصل للجنة ونوصل لرضوان رب الجنة سبحانه وتعالى ناس كتيرة تعبت من الدنيا ناس كتيرة تعبت من ابتلاءات الدنيا نفسهم يخرجوا على خير وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح الكلام ده وقال كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر فعلا الدنيا في المؤمن عامل زي السجن عايش في ابتلاءات وفي صراعات وإلى غير ذلك لكن في النهاية هو عارف أنه مأجور على كل دوت لما يصبر ويتحمل ويعيش على عبوديته لله سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأله الله عز جل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط تعالى نكمل مع موضوع المصارع ونعرف عدونا علشان نستعد ليه في الجولات اللي جاية إن شاء الله يعني سبحان الله كلمنا المرة اللي فاتت عن طعام الجن بيأكلوا إيه وبشربوا إيه حقيقة حديث رواث ترميدي بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالرواث الرواث اللي هو الفضلات اللي تخرج من الدواب والحيوانات أعزكم الله ولا بالعظام فإنه زادوا إخوانكم من الجن يغضح الكلام ده النبي في حديث تاني روام مسلم عن ابن مسعود أنه قال للصحابة لما تخضوا عليه وبيحسبوا حصلوا حاجة جاب عنهم فترة فلو جاي من قبل غر حراء فقالوا يا رسول الله لقد خشين عليك فقال إنه أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم الكرآن قرأ الكرآن على الجن صلى الله عليه وسلم فانطلق فأرانا ابن مسعود بيقول فانطلق بين النبي صلى الله عليه وسلم فأرانا آثار الجن وآثار نيرانهم وسألوه الزاد الجن سألونا بقلوه يا رسول الله عايزين زياد عايزين ناكل ونشرب فقال لكم كل عظم ذك رسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكونوا لحما العظم اللي انت بتاكلها ولذلك انت لما بتسمي وانت جاي تاكل خد بالك من حاجة انت بتعمل حاجتين جمال قوي أو تلت حاجات جمال أول حاجة انت بتنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن انت لازم بتسمي وتذكر المولى عز وجل عشان تشعر حتى ان النعمة دي فعلا كلها من عند ربنا سبحانه وتعالى فأول حاجة انت بتذكر المولى عز وجل تاني حاجة ان انت بتحمي نفسك من ان الشيطان يشاركك في الأكل بتاعك تالت حاجة ان انت لما بتسمي عن الأكل ده فيبقى منك فضلات الأكل ديه عظم أو غير ذلك بيصبح العظم ده بعد كده اغفر ما يكون لحما في المكان اللي انت هترميه فيروح الجن المسلم يأكل العظم ده فيلاقيه قد اتكسى لحما فيأكله هذا اللحم بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم كما اخبر صلى الله عليه وسلم حديث الثالث روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم بيته فليذكروا الله فذكر الله اذا دخل احدكم بيته فذكر الله قال الشيطان لأعواني لا مبيت لكم الليلة فاذا ذكر الله على عشائي قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء يبا اذا الشيطان بيأكل بيأكل الاكل اللي انت بتاكل لو أنت ما ذكرتش اسم ربنا على الأكل على طول الشيطان هي المنادي على الحبيب وتفضلوا ويمواكلين معاكم وتلاقي نفسك وأنت ما بتذكرش ربنا ولو ولادك ما بيذكرش ربنا تلاقي الولد قاعد يأكل ما شاء الله الله أكبر يعني تحس أن أنت قاعد قدام محرات يعني عمال ما شاء الله الله أكبر عمال بيأكل طبق واثنين وثلاثة ويا أم يا نجعان لسة أم جاباله نص الحلة يا أم يا نجعان تقول له خش حبيب التلاجة وتصرف ما بيسميش الله لأن الشيطان بيأكل معاك أما هو لو ذكر اسم الله عز وجل أقل القليل هيكفيه بفضل الله ولذلك أول ما ابنك ينسى قل له حبيبي اذكر الله سمي باسم الله قبل ما تاكل يلا يا حبيبي كله يلا باسم الله باسم الله كل يقول باسم الله ويسمعك علشان تطمئن أني ولادك كله وفعلا مطرح ما يسري يمري ربنا يبار فيكم جميعنا رب العالمين طيب سؤالي لبعضه هل الجن يتناكحون ويتناسرون الجن بيتجوز يعني وبيخلف الظاهر أنه فعلا بيتجوز ويخلف واحد ذاكي قوي راح سأل الامام الشعبي بيقوله يا امام اللي هي زوجة إبليس اسمها يقال له والله ما حضرتش الفرح ده لكن الجن بيتجوز اه بيتجوز وبيخلف بيخلف ايه الدليل على كده أن المولى عز وجل قال مبكتا لهؤلاء الناس الذين يتولون الشيطان قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا شوف الآية يتقول ايه أفتتخذونه واذريته يبقى الشيطان ليه ذرية ايه نعم ليه ذرية يبقى بيجوز وبيخلف بيجوز ويخلف ويقول جل وعلا عن جواز تناكح الجن يعني يقول جل وعلا في ذلك في أزواج أهل الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يبقى دا دليل على أن الجن بيتزوج وبيتناسل ويتناكح كل ذلك موجود في عالم الجن طيب هل من الجن ذكور وإناث ولا هم ذكور بس لا فيه ذكور وإناث انتوا طبعا لسه سمعين من شوية ان احنا قلنا لما الواحد يجي يدخل الخلاء عزكم الله بيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث جمع الخبيث اللي هو ذكور الجن والخبائث جمعه الخبيثة اللي هي إناث الجن يبقى نبقى السلام علمنا ان احنا نستعيذ من ذكور الجن ومن إناث الجن يبقى فيهم ذكور وإناث آه فيهم ذكور وإناث طب يا ترى السؤال كده حب بس طلع الجن ليهم دواب حاجة بيركبوها بيرحوا بها مشاورهم أي وليهم دواب وليهم خيول كمان إيه الدليل على كده قول المولى عز وجل أخبرنا إن الشيطان له خيل بيجلب به على أعدائهم من بني آدم قال جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يا سلام يبقى إذن له خيل نعم له خيل للجن له خيل وله دواب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما طلبوا الزاد قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكله بعرة علف لمين لدواب بكم يبقى الجن لي خيل وله دواب بأخر غير الخيل موجودين موجودين فعلا وبيروح بهم ويسافر ويرجع ويعمل له وعايزه وهو طبعا من غير ده كله وعنده قدرة ربنا أعطى قدرة على إنه يخترق الهواء ويمشي بصرحة غريبة جدا واستدلين على كده في الموضوع سيدنا سليمان عليه السلام لما طلب من الجن اللي كانوا حواليه انهم يأتوا بعرش بالقيس من بلاد سبق من اليمن إلى بيت المقدس في فلسطين قال احفرتم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علمه من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك غمد عليك كده قبل أن فتحت ليه قدامك فلما رأاه مستخرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر طيب الجن على كده عندهم عالم من التقدم والرقي وعندهم عالم تطوير والتصنيع عندهم حياة الجن يا جماعة حياة تقريبا زي حياة الإنس مع اختلافات بسيطة أو اختلافات معينة يعني إنما هم حياتهم زينا في منهم المسلم ومنهم النصراني ومنهم اليهودي ومنهم البوزي والهندوسي ومنهم المسلم المبتدع والمسلم السني والمسلم اللي ما عارفش حاجة عن دينه المسلم اللي ما بيصليش والمسلم العاصي ومنهم الطائع ومنهم الصالح وأننا منا المسلمون ومننا إيه يعني سبحان الله هم يا جماعة حياتهم زي حياتنا بس في الخفاء وليهم طبقة يعني تختلف عننا بعض الأشياء اختلاف خلقة الجن عن اختلاف خلقة الانس لكن هم حياتهم مقربة جدا لحياتنا عندهم عالم تكنولوجيا عندهم عالم تكنولوجيا عندهم عالم تصنيع عندهم كل ده موجود بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه سخر مجموعة كبيرة جدا من الجن لنبيه سليمان عليه السلام يصنعوا له حاجات تحتاج الى قدرات فائقة جدا والى ذكاء يعني كبير جدا قال جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا اهل داود شكرا وقاريلوا من عبادي الشكوري بقى كانوا بيعملون كل انواع الصناعات اللي كان بيحتاج لها سيدنا سليمان كان مين اللي بيعملها له كان الجن هم اللي بيقوموا طيب واحد يسألني السؤال بصراحة هو لي حق في السؤال داود مدام الجن والشياطين عندهم القدرات دي كلها واغلبهم مسخرين القدرات دي لإضلال بني آدم هو لي ربنا خلقهم صح كده ما والسؤال بقى اللي بعد كل اللي قلنا دا كله هو فعلا لي ربنا خلق الجن ما كان يلايحنا منهم وكان ابليس دا لما عصى ربنا ورفض ان يسجد لآدم بدل ما كان يطردهم للجنة ما كان يقضى عليه وخلصنا وكنا نعيش بقى كده مبسطين وحياتنا مقضيين هزي الفل بدل المتاعب اللي احنا فادي وكل شوية الشيطان يوسوي وفلان يطلق زوجته وفلان يعمل مش عارف ويحصل مشاكل وفلان يعصى ربنا طب ليه ما كان قضى على ابليس وما بقاش فيه لأباليس ولا اي حاجة ونيش حياتنا يا دوب اللي بيطاع يخش الجنة واللي بيعس يخش النار والدنيا تبقى حلوة جميلة الحقيقة كان فيه خمس حكم دا غير بقى الحكم الذي التي استغفر الله عز وجل بها يعني علما عنده سبحانه وتعالى احنا ما نعرفهاش يعني انما فيه خمس حكم استنبطها العلماء من خلق الجنة هو ليه ربنا يعني يعني خلق الشيطان ليه طب ما كان طب بلاش دا كله طب ليه خليها استمر لحد يوم القيامة ما كان حتى خلقوا قاعد فترة يغوي العباد ويأزيهم لكن بعد ما قاعد يغويهم ويأزيهم فترة كبيرة خلاص يموت والناس التانية تستريح ايه الحكمة من خلق الشيطان دا اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على حكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل خواني وحبيبي كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحكمة من خلق إبليس هو ليه ربنا خلق إبليس ما كان ممكن يقضى عليه ويرايحنا ونيش بقى حياتنا كده جميلة اللي يتعي يخش الجنة واللي يعسي يخش النار والمسألة تبقى جميلة بالمنظر دا لكن كان في حكم من خلق إبليس جميلة جدا خمس حكم الحكمة الأولى اكمال مراتب العبودية ان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نعبوده وان احنا نجاهد عدو الله وحزب أعداء الله سبحانه وتعالى ونخالف أعداء الله ونظهر الولاء والبراء الولاء لله ورسوله وللمؤمنين والعداء لإبليس وأعوانه فكان لابد عشان تكمل مراتب العبودية كان لازم في إبليس وفي أعوانه عشان نخالفهم ونعديهم ونوالي الله عز وجل دي أول حاجة الحاجة الثانية يا جماعة ان احنا نخاف من الوقوع في معصية الله لما إبليس كان بيعبد ربنا مع الملائكة في الجنة كان عايش في الجنة بيعبد ربنا وكان مقرب جدا وكان معزز ومكرم ولما عصى ربنا وأصر واستكبر وعيازا بالله على أمر الله سبحانه وتعالى طرد من الجنة وطرد من رحمة ربنا وكتبت عليه اللعنة إلى يوم القيامة وهو في الآخرة في النار فالملائكة خافت بقى إبليس اللي كان بيعبد ربنا معانا لما عصى ربنا في أمر ما واستكبر خرج من رحمة ربنا ومن جنة ربنا وطرد من رحمة ربنا فخافت الملائكة كلهم من معصية ربنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإحنا ناس وإحنا كمسلمين برضو هنخاف من معصية ربنا هنقول بمعقولة إبليس اللي كان عايش في الملأ الأعلى وبيعبد ربنا وكان مقرب جدا ومعزز ومكرم بسبب معصية طرد فلا آمن على نفسي إن أنا لبقى أعصي ربنا ممكن يحصل للإبليس فلازم أكون حريص على إن أنا أطيع ومش معقولة إن في إنسان معصوم محدش معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنا حتى لو قعت في معصية اوعى أن أنا أستكبر أو أن أنا أؤجل التوبة ألحق نفسي وتوب واخضع وذل نفسه وينكسر لله سبحانه تعالى عشان ربنا يقبلني ويتوب علي رقم ثلاثة إن ربنا جعل إبليس عبرة لمن يعتبر آدم عليه السلام أبو البشر لما عصى هو تاب كان مثال جميل ورائع لكل إنسان لو وقع في معصية إنه إزاي يتوب ويخضع ويستكين ويذل نفسه وينكسر لله فربنا يقبله ويقربه ويحبه وإبليس اللعين لما استكبر لما عصى ربنا واستكبر وأصر على المعصية وقال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين حصل إن ربنا سبحانه تعالى لعنه وطرده من رحمته فكان عبرة لمن يعتبر كل اللي هيعمل زي إبليس هيحصله زي اللي حصل لإبليس رقم أربعة إن ربنا جعل إبليس فتنة واختبار للعباد طريق ربنا واضح وأخرته الجنة وطريق إبليس واضح وأخرته النار هتعمل إيه هتختار أنهي طريق هتمشي في طريق ربنا ولا هتمشي في طريق إبليس فكان فتنة واختبار للعباد وللمسلمين رقم خمسة إن بخلق إبليس ربنا بيظهر لعباده حلمه وصبره إنك تعطي بس كده تقول يا سبحانك يا ربي ما أحلمك ما أحلمك إن يعرف ويعلم وعلى مرأة ومسمع من الله سبحانه تعالى إبليس بيدعو الكون كله لأن يكفروا بالله ولأن يقعوا في معصية الله ورغم ذلك ربنا ينظره ويتركه ويؤجله إلى يوم القيامة وسيبه ويحلم عليه لحد ميجيوم الإيامة فيأخذها وأخذ عزيز المقتدر فكان لابد من خلق إبليس ومن وجود إبليس للحكم التي ذكرناها طيب هي أهداف الحرب الشيطانية أيه؟ هو عايز إننا إيه بالضبط؟ إحنا دلوقتي عرفنا كل حاجة عرفنا بداية الصراع وعرفنا كل حاجة تقريبا عن عدونا وجمعنا معلومات قيمة جدا جدا عن إبليس وعن أعوانه من الشيطان وعرفنا كل حاجة وعرفنا ليه ربنا خلق إبليس طب هايزين نعرف أهدافه إيه؟ هو عايز مننا إيه؟ هو عايز مننا حاجة من سبعة اللي هي المراتب والعقبات السبعة اللي الشيطان حاطتها قدام كل واحد فينا أول حاجة وده رقم واحد وده الهدف الأسمى لإبليس أول حاجة عايزك يا مسلم أن أنت تكفر بالله سبحانه وتعالى ولذلك ورد في قصة عجيبة جدا قصة براسيس العابد وكلنا عارفين القصة تقريبا أن كان في واحد في بني إسرائيل كان رجل عابد الرجل دوت كان بيعبد ربنا في صوبعة في يوم الأيام مجموعة من شباب بني إسرائيل راحين يجاهدوا وكانوا ناس صالحين فكان ليهم أخت فمش ينفع يسيبوها لوحدها خافوا عليها فقالوا نشيلها عند مين طب ملناش العم ولا خال والقرايب ولا غيره طب نوديها عند براسيس العابد وهو خير من يؤتمن على أختنا فراحوا ببراسيسة قالوا نخلي أختنا عندكم قالوا لهم لا أعوذوا بالله من فتنة النساء بعيدوني وإلى غير ذلك قالوا طب هنبنينها صومعة جنب صومعتك ويعني بس يا دوب خلي الفلوس دي معاك يعني لما تاكل حط الأكل بس قدام ورفطها عشان تاكل وتأنس بوجودك وتعبد ربنا وخلاص بس إحنا ما نقتمنش حد عليها إلا أنت قالوا لهم إذا كان كده ما فيش مشكلة شوف بقى خطوات الشيطان عايز يوصل الإنسان لإيه فالمهم فعلا سابوا للأخت ديت وراحوا سافروا جي براسيسة العابد بقى كل يوم يحط الأكل في منتصف الطريق ويتركه في وقت معين وهي تأتي تأكل وتاخد الأكل ده وتروح إيه الغرفة بتاعتها أو الصومعة بتاعتها وهو ما يشوفهاش خالص فجاله إبليس يعني وقال له يعني حرم عليك دي بنت لوحدها وما يصحش زبها كده يعني من باب الزوء حتى كده حطت لها الأكل بس على باب الصومعة وخبط وامشي فقال له خلاص ما فيش مشكلة فبدأ يحط الأكل على باب الصومعة جاله مرة تانية قال له يعني من الزوء برضو نقتراحب بيها دي بنت برضو غريبة ويعني عايشها لوحدها وحرم عليك يعني خبط وستنى لما تطلع ولها يعني الأكل حضرتك تفضلي وكده ويعني بأسلوب كده كويس قام قطاعه لحد أما طلعت البنت وكانت في غاية الحسن والجمال رآها برصيصها العابد ففتنا بها فدخل وقعد معاها زيناه الشيطان إنه مش يامل حاجة قعب بس كل معاها عشان هي في غربة وحسب بشيء من الوحشة فقعد معاها وكان معاها مرة في التانية عيازا بالله ووقع عليها فحملت فجاله الشيطان قال له طب دلوقتي هي حملت لما أخوتها هيرجعه وإنت هتتفضح وفي نفس الوقت ممكن يقتلوك طب قال له أعمل إيه قال له ما فيش حل غير قتلها قال له طيب قال له قتلها وقتل الجنين لبطنها فقتلها ودفنها فلما قتلها ودفنها بعد ثلاثة أربعة شهر رجع إخوتها من الصفر فلما رجعوا وسألوه أين أختنا قال لهم إن لله وإن الله رجعون ماتت ودفنتها فخلاص مسدقينه لأنه إنسان فاضل رجل عابد فلما راحوا هم التلاتة ناموا جالهم الشيطان هم التلاتة في المنام قال لهم أختكم فجر بها العابد برصيصة العابد وزنى بها فحملت وقتلها وهي مدفنة في المكان الفلاني فقاموا التلاتة مفزعين فوقت واحد فيه إيه قال له شفت في المنام كذا والتاني قال له كذا والتالت قال كذا قال تعالوا نروح فراحوا فرأوا في نفس المكان الذي يدلهم عليه الشيطان لقوا الطرف طبها طالع ففحتوا وطلع في النهاية إن اكتشفوا أن اختهم فعلا يعني اتأتلت وهي حامل فذهبوا إلى برصيص العابد وأخذوه وصلبوه وأرادوا قتله جاء له الشيطان في اللحظة دي وقال له الوحيد اللي يقدر ينجيك من اللي انت فيه أنا قال له ازاي قال له تسجد لي وأنا هنجيك فسجد له من دون الله فخرج الشيطان وقال إني أخاف الله رب العالمين إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فذلك قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عقبتهم أنهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين سوف وصلوا لإيه وصلوا من معصية بسيطة المعصية كبيرة إلى إلى لحد ما وصلوا للكفر بأن يزجد له من دون الله وقتلوه وهو يزجد للشيطان من دون الله ربنا عافينا عافيكم بأول عقب الشيطان عايز وقع في الإنسان الكفر ما قدرش واعتصم الإنسان بعبادته لله وبإيمانه وبتوحيده لله يوم داخل على الحطة اللي بعدها على طول يوم دخلوا على البدعة والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية ممكن إنسان يتوب منها لأن الإنسان هو بيعصر بنا وهو بيشى بخمرة عارف أن الخمرة حرام فكده كده هو نفس يتوب عارف أن الزنا حرام عارف أن الربة حرام إنما صاحب البدعة في الغالب كما قال الإمام أحمد قال صاحب البدعة ليس له توبة يعني إيه ليس له توبة هو بيغلق باب التوبة قالك لا أنا ما بأغلقش باب التوبة لكن هو صاحب البدعة بيعتقد أن البدعة دي هي السنة فلو قلت له أترك البدعة لقالي أترك السنة فهي دي المشكلة فيدخله على باب البدعة باعتقاد ما يخالف الحق أو إنه يتعبد بما لم يأذن به الله فإن نجى العبد من البدعة بسبب اعتصامه بالله وبسبب سيره وراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخله على العقبة التالتة إنه يخليه يرتكب الكبائر ويدخله من باب بقى ياخد انت راج المؤمن ويعني الكبائر ديت والمعاصي دي لا تؤثر في إيمانك وانت راج الفاضل وما دمت الحمد لله رب العالمين يعني إنسان بتقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويدخله من هذه الأبواب فإن نجى العبد من الوقوع في الكبائر بعسمة من الله أو بتوبة النصوح راح يدخلوا على العقبة الرابعة اللي عقبة الصغائر ويزينها له يقولوا طب دا اللي بيتجنب الكبائر بتغفل له الصغائر والحسنات يعني يذهبن السيئات والجمعة إلى الجمعة كفارة إلا بينهما والعمرة إلى العمرة كفارة مما بينهما والتائب من الذنب كمان لا ذنب لا يعني إيش حياتك وتمتع وبص وعمل وسوي ودي كلها صغائر فإن وقع العبد في الصغائر وإلا فإن نجى من هذه المكيدة ومن هذه العقبة دخلوا الشيطان على العقبة رقم 5 اللي هي عقبة المباحات أشياء مباحة لكن يدخلوا الشيطان ويزين له المباحات إنه يكثر هو المباحات حرام مش حرام لكن يخليه قطر أهو من المباحات يعني مثلا بدل ما يروح يتفسح يوم ولا بتاعيله يتفسح شهر ولا تصلي ولا تعملوا لاحك طب خلاص صلي بس إيه بس انشغل بالمباحات عن الواجبات يعني صلي نعم لكن ما تقرش قرآن ما تذكرش ربنا ما تحضرش مجالس علم ما تروحش لصلة رحم ولا برد ولا دين انشغل بالمباحات والمباحات دي شيء حلال فيشغلوا من المباحات التي لا أحرج على فعلها وبذلك يشغلوا عن الطاعات وعن التزود للآخرة فإن نجى العبد ببصيرة تامة معرفة بقدر الطاعات والقرب والأرض والسماوات يمدخلوا على العقبة رقم 6 اللي هي الأعمال المرجوحة إيه الأعمال المرجوحة الشيطان اللي هي إنسان عابد وكويس وما فيش أمل فيه مش قادرة وقعوا لا في الكفر ولا في البدع ولا كبيرة ولا صغيرة ولا قادرة أشغلوا بالمباحات أعمل إيه أشغلوا بالأعمال المرجوحة يعني إيه قوم يا أخي صلي قيام الليل يالله أخي عمر بيتك بتعرف بنا يكلمك يخليه صلي قيام الليل منعيشها لحد قبل الفجر بنص ساعة وينييمه منخلوش يصلي الفجر مع إن الأصل هو الفريدة مش النافلة فيشغلوا بالنوافل عن الفرائد يخليه صوم الاتن وخميس ويفطر في رمضان يخليه يتصدق صلاقات عادية وما يدفعش زيكات ماله يخليه صلي قيام الليل ويسيب الفجر طب لو نجع العبد بمعرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها وفقه الأعمال ومراتبها عند الله يبقى مفضلش غير عقبة واحدة وديت لا ينجو منها أحد إن علم أن هذا العبد فعلا ما يقدرش يخش له من أي مدخل لمن مدخل الكفر ولا البدعة ولا الكبيرة ولا الصغيرة ولا الاشتغال بعقبة المباحات ولا بالأعمال المرجوحة عن الأعمال الراجحة يمدخله بتصليط الأعداء من الجن والإنس عليه بالضرب والأذى والغيبة والنميمة والقذف ويأزو بقى في حياته ودي محدش هينجو منها أي إنسان ناجح أي إنسان فاضل أي إنسان محترم أي إنسان متدين لابد أنك تلاقي ليه شياطين إنس وشياطين جن عمالين بيسبوا فيه ويشتموا فيه ويطلعوا على الإشعاعات ويتكلموا عنه ويقولوا وسبح الله وكلما علت مرتبتك وكلما علت مكانتك كلما ازداد خصومك وازداد أحبابك هيزداد اللي بيحبوك قوي وهيزداد اللي بيعدوك قوي اللي بيعدوك دولة دولة أعوان شيطان شغالين عليك أنت رجل داعية ناجح والناس كلها بتحبك لكن هتلاقي خمسين ستين واحد كده شغالين مع الشيطان عمال بيصلاتهم عليك غيبة ونميمة وإشعاعات وكلام وقذ وتهم وإلى غير ذلك فما عليك إلا أن تنطلق في طريقك إلى الله ولا تلتفت خليك زي اللي داخل سباق مت متر امضف طريقك إلى الله وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى يعني دي كانت العقبات السبعة اللي الشيطان بيعملها تعالوا نكمل الموضوع الخطير بقى من الحلقة التعب بكرة إن شاء الله إني داعم فأمل من قلبك اللهم مغفر ذنوبنا واستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين سد الدين عن المديونين اللهم اجعل كبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران سخنة من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظم أبعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة